أهلا بكم من جديد مشاهدينا ورحب مرة أخرى بضيوفي وأبدأ من عند الدكتور غالب دكتور غالب اليوم الجلسة واضحة والرسائل واضحة مقاطعة كردية سنية لهذه الجلسة لا اتفاق منذ البداية على هذا الموضوع المهم الخطوة القادمة كيف ستكون سعدت مساء وضيفيك الكريمين وتحية لجمهوركم في واقع الحال جدا طبيعي انت تعرف في الاشكال الكرد والثنة بعض الثنة يعتقدون أن المقاومة هذا القرار لصالح المقاومة العراقية الشيعية تحديدا فهذا القرار يدعمه أكثر الكرد لديهم مشكلة مع المقاومة لأن القصف المستمر على قاعدة أربيل هذا يجعل أن أربيل هي مستهدفة من المقاومة لذلك أربيل ستسعى إلى طلب بقاء القوات الأمريكية فيما إذا تم إخراجها من الأنبار وبالتالي إذا بقيت في كردستان وأعتقد أحد السيناريوهات هذا أنه تتعزز وجودها هناك وقواعدها وبالتالي تكون بداية الأولى لتشكيل دولة كردية مستقلة تستمدد على سهل نينوع ربما على كاركوك وبالتالي الذي كنا ننتظر أن نخرج القوات الأمريكية من مكان سنفقد أكثر من هذا المكان وربما ضعف كردستان سنفقدها إذا خرجت القوات الأمريكية دكتور تتحدث وكان ما سيناريو مرسوم لخطوة كبيرة يعني أنا أعتقد شوف أنا أمن كثيرا بنظرية الفوضى دائما الفوضى التي تحدث في العالم هي وراءها نتائج أخرى يعني شكلها فوضى ولكن حقيقة هي منظمة مرتبة الأحداث تشير وتنبي إلى حدوث أشياء أخرى الآن اللي يبدو يشوف أنت الآن الكردين تتكلموا يا تحديدا الحزب الديمقراط الكردي وحتى المواطنين تلتقوا هم في كردستان يقول لك نشعر هناك عداء شيعي لنا في رواتب هاي جذرت قضية الرواتب في النظرة إلى الكرد إنهم دولة يعني يأخذون من نفط البصرة وإلى آخر وبالتالي الكرد الآن مهيئون لأن يكونوا دولة مستقلة الأمريكان لن ينسحبوا دون ما يتركوا أثرا بالغا لدى المكون الذي يرفضهم شوف أنت في بداية الاحتلال كان السنة يرفضون الأمريكان في حين الشعاء كان يقبلونهم يعني أنت أذكر اللي كان يقول أمريكا محتلة يعتبرونها هو عدو يعتبرون يكره المصلحة الشيعة الآن صار تبادل للأدوار لجأ السنة ليسميها كما هي لجأ السنة لتحسين وجهة نظره مع العلاقات الأمريكية والآن أصبح حتى الجمهور وليس الساسة يقبلون بوجودهم يعتبرونهم أنصر حماية لهم من تمدد الشيعة باتجاههم والكرد أصلا هم موقف مواحظ ثابت لا يتزحزح من دخولهم لليوم إذن هنا الكرد الأمريكان سيدعمون تشكيل قليم سني حتى يكون بعيد عن بغداد وبعيد عن سلطة الشيعة وكذلك سيدعمون تمدد الكرد أكثر من هذه المساحة التي هم بها الآن وربما أكثر من مساحة كردستان وتكون بداية لتشكيل دولة كردستان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر